حملة لمصادرة البضائع التركية التي اشتاحت أسواق المحافظات السورية أطلقتها جماريك النظام بحجة أن تلك البضائع تسعى لخلق اقتصاد موازن لاقتصاد النظام الحملة وبحسب مديرية جماريك مكنت النظام من جمع أكثر من مليار ليرة سورية خلال يومين فقط من التجار وأصحاب المحلات في العديد من المحافظات وركزت على البضائع التركية التي بلغت 30% من إجمالي البضائع في الأسواق السورية وفقا لصحيفة تشرين التابعة للنظام انتقادات كثيرة طالت حملة جماريك من قبل المواطنين والتجار الذين استهجنوا استهداف المحلات الصغيرة وترك التجار الكبار المتنفذين داخل النظام فيما انتقد آخرون الحملة بعد وصفها بالخطة من قبل حكومة النظام لإغراق السوق بهذه البضائع والاستفادة منها مرتين عبر تسهيل دخولها من نقاط الجماريك ثم مصادرتها وفرض ضرائب باهضة على المدنيين عضو مجلس الشعب التابع للنظام صفوان قربي انتقد أداء جهاز الجماريك فيما يتعلق بدخوله إلى المحل التجارية معتبرا أن موضم دورياته باتت تنشر الرعب في الأسواق بهدف الابتزاز الشخصي الذي وصل إلى ملايين الليرات وفق ما نقلت عنه صحيفة الوطن ورغم استياء الأهالي في مناطق النظام يستمر المدنيون وفقا لمراسل حلب اليوم بالإقبال على شراء المنتجات التركية بسبب جودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالمنتجات السورية التي فقدت جودتها خلال العوام الأخيرة فيما يرى مراقبون أن النظام سيستمر في عملية تهريب المنتجات التركية في الخفاء ومصادرتها في العلن كون اقتصاد التهريب بات سياسة يعتمدها النظام للتخلص من العقوبات الدولية من جهة ومن جهة أخرى لتأمين احتياجات الأسواق بعيدا عن خزائن الدولة لمصلحة ثلة من التجار وجهة وقوى أمنية وعسكرية لها اليد العلية بذلك